بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم السلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبل قاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه لكنه لا يبعد دعوة كونها موضوعة للسحيحة أيضا وأن الموضوع له والأقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا بعدما أكملنا عدلة الأعميين محقق الخراسان رضوان الله عليه به عنوان بقية أمورون تعرض لمجموعة من الأمور أمر الأول كان ناظرا إلى الفاظ المعاملات أن النزاع الصحيح والأعمي مختصن بألفاظ العبادات أو يجرى حتى في الفاظ المعاملات أيضا صاحب الكفاء رضوان الله عليه قال للمسألة مسألة سورتين طارتا نقول الفاظ المعاملات كالباية وزع للسيغة أي للإجاب والقبول وطارتا نقول اللفظ كالباية وزع للملكية الحاصلة من الإجاب والقبول أي للمسبب قال إذا كان الموضوع للمسببات فلا يجرى النزاع لأن المسببات أمرها يدور بين الوجود والعدم ولا يدور أمرها بين الصحة والفساد أما إذا كان الموضوع لخصوص الأسباب ولفظ الباية وزع للإجاب والقبول فهنزين يأتي هذا النزاع أن الباية وزع للسيغة الطامة الجامعة للأجزاء والشرائد أو وزع للأعم من الطامة والجامعة في خصوص هذه المسألة بعدما حررنا محل النزاع من هذه الحلقة صاحب الكفاء رضوان الله عليه يقول نحن في المعاملات أيضا صحيحيون ونقول على فرز جريان النزاع الشارع لم يزع اللفظ إلا في مقابل السبب الذي يكون صحيحا ويكون مؤثرا ويكون تام الأجزاء والشرائد فالسبب المؤثر في الملكية هو الذي وزع له اللفظ هم عند العرف وهم عند الشرع لجل هذا يقول لَكِنَّهُ لَا يَبْعَدُ دَعْوَا كَوْنُ الْأَلْفَازِ الفاظ المعاملات موضوعا للصحيحة أيضا وأن الموضوع له هو العقد أي البيع المؤثر الإجاب والقبول المؤثر لأثر كذا يعني للملكية شرعا وعرفان بالنسبة له كلمة شرعا وعرفان نستطيع أن نجعل شرعا وعرفان قيدا لأي شيء قيدا للمؤثر فنقول أن الموضوع له هو العقد المؤثر شرعا وعرفان ونستطيع أن نجعل شرعا وعرفان قيدا لأي شيء قيدا لنفس الموضوع لا فنقول أن الموضوع لا شرعا وعرفان هو العقد المؤثر لأثر كذا ولا بأس بهذا الثاني وإلى حد يكون أنسب فنقول الموضوع لا للباية وللإجارة وللنكاح مثلا وأن الموضوع لا هو العقد المؤثر وأن الموضوع لا شرعا وعرفان هو العقد المؤثر لأثر كذا مثلا في الباية نقول هو السبب المؤثر في الملكية فهذا هو الذي يستطيع أن يكون ما هو موضوع له اللافس بعدما بينا هذه الجهة أن الموضوع له هو السبب المؤثر وذهبنا إلى المذهب السحيحي الآن يترح سؤال أنه ما زادت قولون في المسائل الخلافية بين العرف والشرع وهناك اختلافات كثيرة مثلا بيء السبيل المميز عند العرف يكون سهيحا وعند الشرع يكون باطلا مثلا بيء الربوي عند العرف يكون سهيحا وعند الشرع مثلا يكون باطلا وامثاله صاحب الكفاية يقول والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد يعني في شرائط تأثير العقد مثلا لا يجب الاختلاف الاختلاف بين الشرع والعرف في المعنى المعنى والموضوع له متحد عند العرف والشرع والشرع أمزا ما جعله العرف موضوعا نعم خط العرف في بعض المحققات وقال بل الاختلاف في المحققات والمصادق والاختلاف في تخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره الشرع وشرطا في تأثيره في تأثير العقد محققا لما هو المأثير كما لا يخفا ببارة نخرى أصل الموضوع لا وأصل المفهوم يكون واضحا عند العرف والشرع فقد هناك ما هو من الذي يحقق هذا المفهوم ومن الذي يحقق هذا الغرز فهنا يزين ما هو وقع محل الاختلاف العرف يحقق الغرز بشيء والشرع يحقق بشيء آخر لنظر العرف مثلا بيء السبيه المميز لا بأس به يحقق الغرز من البايع ويكون سببا مأثرا في الملكية بينما ما هو عند الشرع لا يكون هكذا هذا كله بالنسبة إلى هذا الأمر أي الأمر الأول بعده نهائيا صاحب الكفاية يقول ففهم أنه لقائل أن يقول أنه ما هو اختلاف بين الشرع والعرف حتى في المفهوم أيضا يوجد به عبارة نخرق أصل هذا التصوير جميل جدا أن الموضوع عند العرف يكون كذا والشرع أمضاه ولكن ما هو هذا الثبوت يحتاج إلى الإثبات أيضا في مقام الإثبات لا نستطيع أن نبين أنه عند العرف ما هو ذاك المفهوم وعند العرف ما هو الموضوع لمسلا بالدقة لأجل هذا بعد ما لا نستطيع أن نبين عند العرف ولا نستطيع أن نبين عند الشرع فمن المحتمل أنه ما هو أحد يقول اختلاف العرف والشرع هم يكون في المفهوم وهم يكون في المصدق والمحققات لأجل هذا إذا كان هذا الاختلاف في أي شيء في المفهوم مثلا بالنسبة إلى بيء الربويد الذي يخطئه الشعر ويراه ثوابا أهل العرف إذا أرجعنا هذا الخلاف إلى خلاف المفهوم فهنئذ ما هو يسير مشكلة كبيرة وله ثمرة مهم أيضا جيد هذا كان أمر الأول وعمر الأول كان بالنسبة إلى هذا البحث أنه نزاع يجرى أو لا يجرى بنظر صاحب الكفاء رضوان الله عليه في بعض الشقوق أن نزاع يجرى ولا بعث به ولكن على أيها الما هو بقسم الذي بيناه أن أصل المفهوم عند العرف والشرع يكون واحدا اختلافهم في المحققات والمصادق وإلا هم أهل العرف وهم الشعر كلاهما متفقان أن الموزان لهو خصوص صحيح بعدما حررنا محل النزاع وعثبتنا أن النزاع يكون جاريان يأتي هذا السؤال أنه الثمرة ما هي؟ في بحث العبادات كانت ثمرة مهمة جدا أنه للأعمي أن يتمسك بالإطلاق والسهيح لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق عند الشك في الشرطية والجزئية في بحث عقيم الصلاة وفي آية كتب عليكم السيام إذا شككنا في شرطية شيئين أو جزئية شيئين من حق العامي أن يتمسك لنفيها أما السهيح فلا يستطيع أن يتمسك بل الآية والخطاب عنده وعلى مبنائه يسير مجملا لأنه ما هو؟ كله يسير عن قبيل الشك في المحسل جيد الآن في عمر الثاني يأتي هذا النزاع أو هذا السؤال أنه حل السمرة في ألفاظ المعاملات أيضا توجد أو لا توجد بنظر صاحب الكفاية رزوان الله عليه سمرة النزاع أو سمرة التي تتوقع من نزاع السهيح والأعمي لا توجد في ألفاظ المعاملات لأن الشخص إما أعمي وإما سهيحي أعمي من حقه أن يتمسك بالإطلاق لنفيه الجزئية والشرطية والسهيحي أيضا من حقه أن يتمسك بالإطلاق لنفيه الجزئية والشرطية سره واضح سره أن ألفاظ العبادات من مخترعات الشرع وإذا لا نعرف جزئية شرطية شيء أو جزئيته لا نعرف أنه يحقق الغرض أم لا لا نعرف أنه صحيح أم لا بينما ألفاظ المعاملات من اختراعات أهل العرف ولها سابقة قبل الشرعات لأجل هذا ما هو؟ إذا كان هكذا حتى الصحيحي يستطيع أن يتمسك بالإطلاق لأنه ما هو؟ الموضوع لا يكون محرزا والمصداقية يكون محرزا فقط نشك في قيد أو شرط إضافي إذا كان هناك إطلاقا واجد الأجزاء والشرائد يكون المتكلم في مقام البيان نتمسك بإطلاق الغطاب لأجل نفي الجزئية والشرطية إذن في أمر الثاني نتكلم عن سمرت النزاع على القول الأعمي يقول إن كون الفاظ المعاملات السامية للصحيحة لا يوجب إجمال الألفاظ كالفاظ العبادات مثلا هنا سمر لا توجد هم صحيحي يستطيع أن يتمسك وهم أعمي يتمسك كي لا يصحة تمسك بإطلاق الألفاظ عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها في تأثير هذه المعاملات شرعا كي لا يصحة تمسك بإطلاق الألفاظ عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها في تأثير هذه الألفاظ شرعا لماذا لا يصحة تمسك؟ يقول وذلك بيان المتلاب لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان وذلك بيان المتلاب لأن اطلاق هذه الألفاظ لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل الاطلاق على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل الأرف ولم يعتبر في تأثيره عنده ولم يعتبر في تأثيره يعني في تأثير هذا اللافظ عنده عند الأشارع غير ما أعتبر فيه في هذا اللافظ عندهم عند الأرف يقول ما هو الذي يكون معتبرا عند أهل الأرف هو الذي يكون معتبرا عند أهل الشارع وما دام اللفظ أي البعي يسلق على هذه المهي عند أهل العرف فهنئذ ما هو عند الشرع أيضا لا بأس به نعم لو كان للشارع هناك ردعون لو كان للشارع هناك نظرون من حق الشارع أن يقيد وأن يبين نظره لأجل هذا يقول كما ينزل عليه على عند أهل العرف اطلاق كلام غير الشارع حيث إنه غير الشارع منه من أهل العرف لأجل هذا يقول ولو اعتبر في تأثيره ولو اشترت في تأثيره في تأثير هذا اللفظ ما شك في اعتباره كان على الشارع البعيان ونسب القرينة عليه على هذا الاعتبار يقول وحيث لم ينسب الشارع البعيان والقرينة بان وزهر عدم اعتبار هذا المشكوك عند الشارع أيضا لأجل هذا يقول ما هو هم الصحيحي يستطن يتمسك بالإطلاق وهم الأعمي يستطن يتمسك ولذا ولأجل ما ذكرنا من الإطلاق يتمسك بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهاب العلماء إلى كون الفاظ المعاملات موضوعة للصحيح محما كان الحال مشهور العلماء ذهب إلى الصحيح وهم صحيحيون معه هذا بدونهم كلهم هم الصحيحي وهم أعمي كلهم يتمسكون بإطلاق الفاظ المعاملات لنفع الجزئية وشرطية لأجل هذا سمر لا توجد وإذا لا توجد سمره طبعا هذا النظام من الأساس أيضا لا يكون مهمن اللهم إلا أن يكون المتنازع فيه والمشكوك فيه من الأمور التي تسبب الشك حتى عند أهل العرف يقول نعم لو شك في اعتبار شيء في المعاملات عرفن فلا مجال للتمسك بالإطلاق الفاظ في عدم اعتبار المشكوك ولابد من اعتبار هذا المشكوك لإصالة عدم الأسر بدون هذا المشكوك القيد والشرط طارتا تسبب الشك في صدق اللفظ على تلك المعاملات حتى عرفن فهنه إذن لا يجوز تمسك بالإطلاق لا عند أهل العرف ولا عند أهل الشرط لنفع الجزئية وشرعية بل في هذه الصورة تجرا إصالة الفساد تجرا إصالة عدم الصحة و تجرا إصالة عدم تحقق الملكية لأجل هذا البعض من باب تقریب المطلب مثلا افرز ما هو لو كان هناك قرطاس صغير جدا و على هذا القرطاس كلمة بخط والد أحد و توف والده و هذا الشخص يحب هذا القرطاس و هذا الخط لأنه ما هو افرز ما هو تذكار لوالده فهنه إذن يريد أن يشتري من مقابله و بما أنه في البعض يشتري تلمالية إذا شك أهل العرف في مالية هذا القرطاس لأنه زئيل جدا في عبارة نخرى هذا الابن يحب هذا القرطاس و يستطيع أن يدفع المبلغ و يستطيع أن أفرز ما هو يأخذ هذا القرطاس من صاحبه عن طريق السلح مثلا يقدم له مبلغا حتى يرفع اليد طرفه عن هذا القرطاس مثلا يرفع يده ولكن كل الكلام أنه بعض الأوقات الشك من الأمور التي تسبب الشك في الصدق العرفي بدون شك يشتري في صحة البعض المالية و بما أن هذا القرطاس زئيل جدا فنشك أن العرف يراه مالا أو لا يراه مالا إن العرف له قيمة أو ليس له قيمة إذا صار مثل هذا الشك فهنا يزين ما هو نقول لو شككنا لا يجوز لنا التمسك بالإطلاق مثل أو في الأقود مثل حل الله البايع لنفي شرطية هذا الشيء أو لنفي جزئيته مثلا أو للحكم بالصحة مثلا بل يجب علينا الاحتياط و نقول ما هو لا يترتب الأسر هذا البعض يكون فاسدا نعم عن طريق السول وغيره يكون ممكنا نعم لو شك في اعتبار الشيء في العبادات عرفا نعم لو شك في اعتبار الشيء في الفاظ المعاملات عرفا فلا مجال للتمسك بالإطلاق الألفاظ في عدم اعتبار الشيء في عدم اعتبار المشكوك بل لابد من اعتبار الشيء لماذا لإصالة عدم الأسر بدون هذا الشيء؟ أنه ما هو إذا كان الصدق العرفي باقيا و الصدق الشرعي يكون مشكوكا هم صحيحي من حقهن يتمسك بالإطلاق و هم أعمية سطن يتمسك بشرتن يكون ما هو إطلاق موجود و بشرتن يكون المتكلم في مقام البعان و لا يجد هناك أي مشكلتين أما إذا كان القيد والشرط من الأمور المهمة و يسبب الشك في الصدق العرفي كما مثلت بمثال القرطاس مثلا الآن قبل كم لحزتين فهنئذن لا لا الصحيحية سطن يتمسك لا الأعمية سطن يتمسك بل كلاهما يرجعان إلى أي شيء إلى أصل العملي أي استصحاب أي إصالة فساد المعاملة إصالة عدم تحقق النقل والانتقال وإصالة عدم تحقق البعا والملكية لأجل هذا بنظر المحقق الخراسان رضوان الله عليه بحث الصحيح والأعم في ألفاظ المعاملات هم أصل جريانها يكون محل البحث أنه صحيح جريانها أم لا و على فرض الجريان لا تترتب عليها أي سمرتين و هذا كله في أمر الثاني الآن ندخل في أمر الثالث أمر الثالث نتكلم عن أجزاء الواجب نتكلم عن شرائط الواجب نتكلم عن كل ما يرتبط بالواجب بنحو ما بعبارة أخرى هناك قول بالتفصيل يوجد على أصاس هذا القول بالتفصيل قول يقول أن الشرط ليس له مدخلية في صدق المسما مثلا لو نرى الوضوء وضوء الذي يكون شرطا بدونه يستق مسمى السلاة أما فقدان الجزء مثل الرقاوي والسجود والتشحوت هذا يكون مزرن بصدق المسما بعبارة أخرى شارع هينما وضع لفظ السلاة للموضعون لا لاحظ الجزء جزءا للموضعون لا وأما الشرط فلم يكون جزء من المسما والموضعون لا هذا التفصيل هو الذي يكون مردودا عند المحقق الخراساني وهو رزوان الله عليه في مقدمة البحث يذكر أقصام المتصورة فيما نحن فيه ثم نحائيا يرد القول بالتفصيل وعلى أصاس المذهب السهيهي يختم البحث ويستنتج منه نحائيا ولكن هذا البحث بما أن له زيل وفي هذه الحلقة لا يمكن إكمالها نتركها للحلقة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت إلهي أوسع فضل وأعظم حلم من أن تقائسني بفعلي وخطيئاتي فالعف والعف والعف سيدي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة